بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آل بيته وأزواجه وصحبه الغر الميامين وبعد نفتتح بإذن الله هذه السلسلة عن مقاصد الأحكام الشرعية ونستهلها بالحديث عن مسألة دوران الأحكام بين التعبد والتعليل التي كثر فيها النقاش العلمي وتباينة الأقوال والآراء في بحثها ودراستها بين مثبت ومنكر لها وقد صرح الآمدي بأن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع بالأساس إلى اختلاف الفقهاء في تأبيرهم عن العلة فطارة يعبرون عنها بالبائض وطارة بالمعرف يقول وعلم أن الخلاف في هذه المسألة آيل إلى اختلاف في اللفظ وذلك أن قول أصحابنا بأن الحكم ثابت بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة منه وأنها لا تعرف دون معرفته وإنما يريدون به أنها الباعثة للشارع على إثبات الحكم في الأصل وأنها التي لأجلها أثبت الشارع الحكم وأصحاب أبي حنيفة غير منكرين لذلك وحيث قالت الحنفية إن العلة غير مثبتة للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست باعثة وإنما أرادوا بذلك أنها غير معرفة لحكم الأصل بالنسبة إلينا وأصحابنا غير منكرين لذلك فلا خلاف في المعنى بل في اللفظ والعلة في اللغة تعرف بكونها ما يؤثر في الشيء فيغيره وتأتي بمعنى المعاودة ويراد بها كذلك عما لأجله يقدم أو يمتنع عن فعل الشيء أما في الاصطلاح فهي تأتي بمعنى الحكم والمصالح يقول الشاطبي أما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة والمفاسد التي تعلقت بها النواهي فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في الصلاة وهذه المسألة مقررة في تمايا كتابه الموافقات وتكاد تكون من المسلمات بحيث لا يخلو منها أي حكم من الأحكام يقول وقد علم أن العبادات وضعت لمصالح العباد في الدنيا أو في الآخرة على الجملة وإن لم يعلم ذلك على التفصيل ويصح القصد إلى مسبباتها الدنيوية والأخروية على الجملة ويقول كذلك وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا فلها معنى مفهوم وهو ضبط وجوه المصالح إذ لو ترك الناس والنظر لن تشر ولم ينضبط وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسبابا معلومة لا تتعدى كالثمانين في القذ والمئة وتغريب العام في الزنا على غير إحصان وخص قطع اليد بالكوع وفي النصاب المعين إن مراعاة مصالح العباد هو عين الحكمة التي وصف الله بها نفسه والتي تنفي عنه سبحانه العبثية كما هو مقرر بالنصوص الشرعية وهذا ما ذكره الرازي حيث يقول إنه تعالى حكيم بإجماع المسلمين والحكيم لا يفعل إلا لمصلحة فإن من يفعل لا لمصلحة يكون عابثا والعبث على الله تعالى محال للنص والإجماع والمعقول فالغاية من معرفة هذه الحكم أو المقاصد هي استمالة القلوب والمصارعة إلى قبول الأحكام وتنفيذها وفي ذلك يقول الغزالي معرفة باعت الشرع ومصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمصارعة إلى التصديق فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ضوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد وخلاصة الأمر أن الاختلاف في التعبير أو في بيان المقصود من العلة أو التعليل لا ينفي وقوعه لذلك فهي مجرد علامات أو دلالات عن الحكم كما نص على ذلك الغزالي اعلم أن العلامات الشرعية دلالات إلا أنه يقرر أن الحكم الواحد قد تكون له أكثر من حكمة أو مقصد لأجل هذا يمنع انتفاء الحكم عند انتفاء حكمة أو مقصد منها يقول فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء الحكم لكننا نقول إن لم يكن للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم لا لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم بل لأن الحكم لا بد له من علة فإذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتا بغير سبب أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها وقد فطن العلماء إلى مسألة تعدد الحكم أو المقاصد للحكم الواحد وكذا إلى احتمال خفاء بعضها فقيدوها بمقصد التعبد كما أشار إلى ذلك الشاطبي بقوله كل أمر ونهي عقل معناه أو لم يعقل معناه ففيه تعبد والمرجع في معرفة هذه الأحكام وانذوائها تحت ما يعلل أو ما يتعبد به هو الشرع دون غيره وقد أشار إلى ذلك الغزالي في شفاء الغليل قائلا مبنى العبادات على الاحتكامات ونعني بالاحتكامات ما خفي علينا وجه اللطف فيه لأننا نعتقد أن لتقدير الصبح بركعتين والمغرب بثلاث والعصر بأربع سر وفيه نوع لطف وصلاح للخير استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولم نطلع عليه ويتضح هذا الأمر من خلال عمل الصحابة ردوان الله عليهم فهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اطلع على علة الرمل في الطواف هم بتركه عملا بالقاعدة الأصولية الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما إلا أنه رجع عن ذلك خشية وجود علة لم يطلع عليها كما ذكر ابن حجر في شرحه لبخار إذ يقول أن عمر كان هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى فهم أن يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى وأيضا إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله والناظر في فقه أئمة المذاهب يجدهم قد قرنوا بين التعبد والتعليل في جل الأحكام الشرعية عملا بأن الأصل في الأحكام التعبد وتقنينا لمسألة التعليل التي قد تفضي إلى ترك العمل ببعض الأحكام عند انعدام علتها وقد بيّن الشاطبي منهج الإمام مالك في التعامل مع الأحكام فيقول علمنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات والعادات وأنه غلب في باب العبادات جهة التعبد وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني والعكس في البابين قليل ولذلك لم يلتفت مالك إلى إزالة الأنجاس ورفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط الماء المطلق وفي رفع الأحداث النية وإن حصلت النظافة دون ذلك وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم مقامهما ومنع من إخراج القيم في الزكاة واقتصر على مجرد العدد في الكفارات إلى غير ذلك من المسائل التي تقتضي الاقتصار على عين المنصوص عليه أو ما ماثله وغلب في باب العادات المعنى فقال فيها بقاعدة المصالح المرسلة والاستحسان الذي قال فيه إنه تسعة أعشار العلم وفي هذا يقول الزنجان في كتابه تخريج الفروع على الأصول معتقد الشافعي رضي الله عنه أن الزكاة مؤونة مالية وجبت للفقراء على الأغنياء بقرابة الإسلام على سبيل المواساة ومعنى العبادة تبع فيها وإنما أثبته الشرع ترغيبا في أدائها حيث كانت النفوس مجبولة على الضنة والبخل فأمر بالتقرب إلى الله تعالى بها ليطمع في الثواب ويبادر إلى تحقيق المقصود وقد نقل الآمدي إجماع الفقهاء على القول بتعليل الأحكام بقوله أما الإجماع فهو أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة أو بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب كقول أصحابنا وأما المعقول فهو أن الله تعالى حكيم في صنعه فرعاية الغرض في صنعه إما أن يكون واجبا أو لا يكون واجبا فإن كان واجبا لم يخل عن المقصود وإن لم يكن واجبا ففعله للمقصود يكون أقرب إلى موافقة المعقول ومن المعلوم أن من القواعد العقدية المقررة أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح وبهذا أختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر